الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مشروع تعامل المعرفة يقدم ما يسمى بمنحنة طلب الملتوي أو king demand curve أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى كافة أحبة من الطلوة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا وعلى بركة الله نبدأ المنحنة الملتوي للطلب أو king demand curve كما ذكرت سابقا يستخدم هذا المنحنة في نظرية المنشئة theory of the firm تحديدا في احتكار القلة في البيع oligopoly أو ما يسمى طبعا المنشئة بتكون oligopolist وهي مجموعة قليلة من المنشئات خمسة أو ستة حد أقصى في عادة أو عشرة حتى يستطيعوا أن يتفقوا ضمنا على تحديد الأسعار والكميات بمعنى آخر أنهم يتنافسوا لكن من مصلحتهم أنه ما يتضرب كثير مصالحهم مع بعض البعض وهذا ما نحن هو نموذج تصوري كما ذكرت يهدف إلى شرح سلوك المنشئة المنضوية تحت هيكل احتكار القلة في البيع oligopoly احتكار القلة في البيع وكيف تعظم المنشئة والمنشئة أرباحها للتذكير فقط تعظم المنشئة الاحتكارية أو التي تعمل في احتكار القلة في البيع أو في المنافسة الاحتكارية كما يأتي الآن بيانيا سأشرح كيفية تعظيم الأرباح من قبل المنشئة على المحور الوفقي الآن بيانيا عن المحور الوفقي والكميات المنتجة عن المحور العمودي عندي أكثر من من المسمى هنا السعر سعر بيع السلعة الطلب والإرادة الحدي اللي هو يعني عندي price demand and margin revenue الكلثة الحدية marginal cost ومتوسط التكاليف الكلية اللي هو average total cost فعلى المحور العمودي الآن هذا هو منحنة الطلب demand curve عند الآن المارجر أو الإرادة الحدي بيكون إلى يساره وأقل بينه والآن عنده marginal cost هي الآن هذا المنحنة الذي هبطه ثم أخذه بالصعود بعد ذلك ضروري أنه نتذكر هذه الحقيقة عن marginal cost والآن آآ بتقاطع المارجر revenue عن marginal cost كما تعلمنا بمبادئ الاقصاد عند هذه النقطة اللي بتحدد لي بالضبط يعني كم يجب على المنشئة أن تنتج وتذهب إلى منحنة الطلب حتى تسعرها وبالتالي الآن هذه النقطة هنا ما ذكرته بشوي هنا اللي هو marginal revenue equals marginal cost بالساوو لإرادات الحدية مع التكاليف الحدية وبالتالي الآن السعر هو تذهب المنشئة إلى الأعلى وتشوف طبعا يعني ترى تحدد الكمية المطلوبة من يعني على المنحنة الطلب وتذهب أفقيا إلى اليسار حتى تحدد السعر وبالتالي الآن الكمية المنتجة هي Q على ثم مثال والسعر هو آآ هذا السعر وبالتالي الآن آآ المنشئة آآ آآ تعظم أرباحها من خلال يعني التحديد نقطة التقاطع بين مارجر revenue من مارجر كوس أو الإرادة الحدية مع الكلفة الحدية وأين موقع ما يسمى متوسط التكاليف الكلية يعني نفترض أنه كان متوسط التكاليف الكلية هنا وبالتالي الآن هذا هو نفترض يعني المنحنة التكاليف الكلية متوسط التكاليف الكلية كان هذا الأولاني آآ وبالتالي بكون عندي هذه الكمية بتكلف بالمتوسط عند هذه القيمة هنا أذهب أفقيا إلى السعر وأحدد السعر فبتكون بالحالة هاي الأرباح هي المحصورة في هذا المستطيل ربما بتكون متوسط التكاليف الكلية أعلى أو أقل بالنسبة أنها أقل وبالتالي الآن تحدد بشكل آخر أو أنها أعلى بكون يعني كلما ارتفع متوسط التكاليف الكلية تنخفض الأرباح وإذا انخفضت تزداد الأرباح هذا بشكل عامل وهي المنشأة الاحتكارية أو احتكار القلة أو الاحتكار التنافسي أو المنافسة الاحتكارية لكن هناك نموذج آخر الآن وهو يعني الهدف من هذا المقطع إن شاء الله سأقدمه بعد قليل نتابع استخدم الاقتصاديون عددا من النماذج النماذج البيانية لشرح الطريقة التي تلجأ عليها من منشأة احتكار القلة في تسعير منتجاتها أو منتجها وتعظيم أرباحها لكن نموذج منحن الطلب الملتوي هو من أشهر النماذج المستعمل في هذا المجال وقد طوره عالم الاقتصاد الأمريكي بول سويزي في الثلاثينيات من القرن الماضي الآن ما هو احتكار القلة وذكر بأن هناك عدد قليل من المنشآت تنتج سلع مشابهة لك لكن مش تشابه بالمطلق يعني شركة المرسيدس شركة الأوبل شركة الأودي شركة جرنل موتور كرايسنر التيوتا كلهم بنت سيارات لكن كل واحدة تحاول يعني من هذه الشركة أن تميز سلعتها أن تميز سلعتها وأن تعظم حصتها من السوق فنكمل عن الآن يعني من تبعات هذا المنح أنه يجب علينا أن نفهم بالضبط شو تفسير المرونة مرونة الطلب السعي طبعا الآن بيانية علم حول أفق الكميات المنتجة Q وعلم حول العمود الآن S&P الآن لنفترض أنه هناك ثلاث حالات لمنحنة الطلب هذا المنحنة الأولاني هذا المنحنة الثاني وهذا المنحنة الثالث لاحظوا لي كيف الشكل يحدد بالضبط عن قيمة المرونة فالأول هو مرن نسبيا لاحظوا لي كيف الميل تبعه والآن الثاني غير مرن نسبيا هنا elastic relative to elastic relative to in elastic وهنا عديم المرونة بمعنى آخر zero elasticity فالآن لاحظوا إنه إذا كان السعر على سبيل المثال P1 فهذا الآن لاحظوا لي إنه كي يعني الكمية المطلوبة من السلعة إذا كان الطلب شكله هكذا والكمية المطلوبة إذا كانت هذا الشكل والكمية المطلوبة إذا كان هذا الشكل في عندي ثلاثة أشكال فالسعر مقابل هالأشكال بالضبط يعني إذا تغير السعر ما الذي يحدث فالآن لاحظوا لي أنه النقطة التقاطع الخط المستقيم المتقطع اللي بنزل السعر مع المنحنة الأول عند هذه النقطة لاحظوا لي هنا وبالتالي الآن النقطة الثانية هنا والنقطة الثالثة هنا لاحظوا لي مهم جدا نعرف بالضبط ماذا حدث هنا الآن الكميات المطلوبة نحددها بالنزول عموديا على المحور للكميات وبالتالي هذه الكمية الأولى هنا اللي هي Q1 لا الالاستيسيتي رقم واحد بس المرن نسبيا الآن الكمية الثانية Q1 انيلاستي IE اللي هي رلتفلي انيلاستيك وأخيرا زيرو الالاستيسيتي هنا هذه الكمية Q1 ZE يعني زيرو الالاستيسيتي لنفترض الآن بعد ما شفنا هذا التصور يعني لاحظنا هذا التصور أن الأسعار الخفضت لاحظوا لي إلى P2 من P1 إلى P2 هنا الخطار من P1 إلى P2 ما الذي يحدث يحدث أنه الآن نقطة التقاطع اختلفت لاحظوا لي الآن أنه على المحور على يعني التقاطع مع المنحنة الأولى المرن نسبيا كانت هنا في حين أن نقطة التقاطع يعني طبعا هنا الكمية تحددت لاحظوا لي أنه عندما انخفض السعر بمقدار بسيط ما الذي حدث أنه الكمية المطلوبة زادت بمقدار نسبي أكثر من انخفاض بالسعر في حين في حين أن المنحنة الثانية غير مرن نسبيا ما الذي حدث أنه الكمية زادت بمقدار بسيط جدا لأنه غير مرن هنا الطلب غير مرن أو منوط الطلب السعرية أقل من واحد صحيح بالمطلق وأخيرا لم يتغير يعني هنا لم يتغير الطلب الكمية المطلوبة بقيت كما هي لكن السعر خطر أو زاد وبالتالي هنا يجب علينا أن نستوعب معنى المرون في كل حالة من الحالات هنا عندما الخضر السعر بمقدار قليل الحالة الأولى زادت الكمية المطلوبة بمقدار نسبيا أكبر وهنا عندما الخضر السعر بمقدار قليل زادت الكمية المطلوبة بمقدار نسبيا قليل وهنا لم تتغير أبدا إذن هذه الحالات الثلاثة مننا نستفيد منها نشار نستفيد من الشرح حتى نفهم بالضبط المقصود بالكنكريمان لأنه له علاقة بالمرونة نكبل هناك بعض الأشياء يجب ذكرها عن ما يسمى بالإليقوبولي أو احتكار القلة في البيع أولا نسبة تركز عالية هناك الآن في عدة شركات عدة منشآت بيكون ماخدة مئة بالمئة عدة بسيطة خبسة ستة أو عشر شركات بالحد الأقصى لها مئة بالمئة من حصة السوق بالإنتاج من هذه السلعات ليس كما في المنافسة التامة في عندي آلاف المنشآت وكثير من الزبائن وبالتالي بيكون حصتها السوقية بسيطة جدا أما هنا في حالة الأولوغوبولي أو احتكار القلة بالبيع بيكون نسبة تركز عالية بمعنى آخر بأن هناك عدد قليل جدا من المنشآت التي تنتج ويكون لها كل حصة السوق الثاني يسيطر على السوق عدد قليل من المنشآت طبعا هذه تابعة لهذه الفرضية الثالثة أنه كل منشآت تعرض بضاعتها تحت علامة تجارية ومستقلة بمعنى آخر المرسيدس يعرض بضاعته تحت علامة تجارية اسم المرسيدس الأودي تحت الأودي الهوندا تحت الهوندا تيوتا تيوتا وهكذا مع أنه السيارات نتها أو حتى بكون مرات الخيارات فيها الأوبشنز يعني متشابهة إلى حد كبير جدا لكن كل واحدة لها علامة تجارية بتميزها عن بقية الشركات هناك عوائق على الدخول والخروج من السوق المقصود فيها يعني لا تستطيع أي شركة أن تدخل السوق لأنه خلاص يعني أخذت الشركات اللي قبلها والخروج من السوق بكلفها لأنه استثمارات رأسمالية لا تستطيع ولا تعرف أين تذهب بها يعني معدات وألات خطوط إنتاج ما الذي تقوم به وبالتالي هناك عوائق دخول إلى السوق وعوائق خروج يعني كبيرة جدا تعرف المنشأة بسلوكها ورغبتها بالمحافظة أرجو هنا الانتباه بالمحافظة على حصتها السوقية بالمحافظة على حصتها السوقية مهم جدا وأخيرا استراتيجية كل مستقلة يعني التيوتا تضع استراتيجيتها باختراق الأسواق مستقلة عن هندا مستقلة عن مرسيدس لكن تأخذ بعين الاعتبار ما يمكن أن تتصرفوا الشركة المنافسة يعني إذا قامت بتخبيض الأسعار ربما تلحقها أو تتباحها بتخبيض الأسعار لكن إذا رفعت الأسعار شركة الأخرى يعني هذه الشركة لا ترفع سعرها وهكذا هذه الأشياء مهمة جدا الآن أن نتقل على منحنة بكون منحنة الطلب سالب الميل لكن مرونة الطلب السعري تعتمد على سلوك المنشآت منفردة وقرار المنشآة حول السعر والكمية ما المقصود فيه هنا؟ قرار المنشآة إذا قامت شركة أو منشآة بتخبيض أسعارها ربما الكل يتباحها بالتخبيض لكن إذا رفعت ربما لا يتباح أي منشآة أخرى لا تتبع المنشآة أقرار منشآة أخرى بنافسة عندما ترطع مننافسة سعر البيع كما ذكرت لكن ربما تتباحها في تخبيض السعر لذلك هنا في عندي ظاهرة ميسمة بالإنتر دي بندنس اللي هو الاعتماد المتبادل في القرارات أرجو انتباه لهذه النقطة رقم ثلاثة إذا خفضت المنشآة سعر البيع تنخفض مرورة الطلب السعرية وتنخفض الإرادات الكلي تذكرها كما ذكرت قبل قليل على المنحة الثلاثة وأخيرا هنا تحاول كل منشآة أن تحاضر على حصتها من السوق ماركت شير وتعظيم إرادته هذه الفرضيات يعني يجب أن أخذ بالاعتبار حتى نفهم الآن ننتقل إلى الإشي الأساسي يعني هالمقطع كيف يعمل هذا النموذج نموذج اللي هو كينج ديمان كيل الآن يعمل كما إلي عندي على المحول الأفق الكميات المنتجة كما ذكرت كيو على المحول الأفقي على المحول العموذي السعر والآن لدينا لاحظوا له منحنة الطلب ينقسم إلى جزءين الجزء هذا والجزء الثاني لاحظوا لهذا الجزء والهون الانكسار اللي حدث به وثم انحرف إلى اليمين شيء قليل فبالتالي الآن يجب علينا أن نلاحظ ما الذي يحدث هنا الآن هذا الديمان هذا هو الديمان كيرب للمشأة بلتقوا طبعا هذا الجزء الأولاني من منحنة الطلب الأفريج رفد اللي هو متوسط الإيرادات مع الجزء الثاني عند هذه النقطة مهم تتذكروها ولاحظوا لي كيف مرون الطلب السعري للجزء الأعلى بيكون مرن نسبيا في حين أن الثاني غير مرن نسبيا هذا يعني بأن المارجر رفنيو كذلك الأمر بده يأخذ شكليا شكل تابع للمرن نسبيا وشكل آخر تابع لغير مرن نسبيا فخلينا بس أمحاهم مشان تكونوا الصورة واضحة أمانكم جميعا أحبة المتابعين وبالتالي الآن هاي الجزء من المارجر رفنيو هنا ويحدث انكسار وبالتالي الآن يعني هذا المارجر رفنيو الإيرادة الإيرادة الحدي هذا الإيرادة الحدي يعني أضحها باللون الأحمر حتى تكون مميزة فيأخذ يعني في هذا الجزء هنا صار فيه عنده انكسار لكن ما الذي يحدث فيه هذا الجزء الآن هذا المارجر نالكوس هذا هو منحن المارجر نالكوس لاحظوا لي أنه هذا الجزء الفراغ هو جزء من المارجر رفنيو وبالتالي القاعدة اللي بتقول على أنه حتى تعظم المنشاء أرباحها يجب عليها أن تساوي المارجر رفنيو مع المارجر نالكوس وبالتالي وين تقاطع يحدث عند هذه النقطة الصفاء الثانية اللي هي بتقول لي هنا هنا أرجو الانتباه مارجر نالكوس مارجر نالكوس مشان نتعظم والتالي الآن الكمية المنتجة بتكون في هذا الجزء والسعر يكون هنا ليش؟ لآن طبعا لماذا؟ سأهسر إن شاء الله بعد قليل فأرجو تعطوني ذهنكم حتى إني الآن نهاية أذكر بأن المارجر رفنيو مست equal مارجر كوست حتى تستطيع المنشأة أن تعظم أرباحها ما الذي سيحدث الآن؟ هذا السعر الأولاني لاحظوا لي هو أقصى سعر يمكن وصوله على المنحنة غير المرن نسبيا وبالتالي نقطة الالتقاء بالضبط افرض أنه ارتفع السعر لاحظوا لي إذا ارتفع السعر الذي يحدث عند ارتفاع السعر بأن السعر ارتفع فقط بهالمقدار البسيط من P1 لكن الكميات انخفضت من لاحظوا لي الآن من هذه الكميات التي أذكرها بعد قليل إلى الكمي Q2 افرض الآن السعر انخفض وليس الارتفاع P3 وبالتالي الآن أذهب أفقيا على المنحنة اللي ميله أو أنه يعني مرونته غير مرن نسبيا منخفضة نسبيا وبالتالي تحدث الآن الآن Q3 هنا Q بدنا نسميها 1 إحنا اللي يعني ذكرت أنا فلاحظوا لي هلأ ما الذي يحدث الذي يحدث أنه إذا ارتفع السعر قامت أي منشاء برفع السعر أنه لا أحد يتبح وبالتالي ستخسر خسائر فارحة المنشأة هذه بالانتقال من الكمية Q1 إلى Q2 لاحظوا لي مقابل زيادة طفيفة بالسعر أما إذا خفضت السعر إذا خفضت السعر سيرتفع الآن سترتفع الكمية مطلوبة من Q1 إلى Q على الرغم من أنه ارتفاع الخفض السعر لكن الكمية التي زالت بها قليل نسبيا لماذا؟ لأنه الآن هذه حالك ما يسمى منحنة طلب الملتوي أرجو أن أعيد لكلام هذا إذا الآن ارتفع السعر من P1 إلى P2 ستخسر المنشأة يعني كميات كبيرة وتخسر حصتها في السوق أو جزء من حصتها لكن إذا خفضت السعر من P1 إلى P3 كذلك أمر لا تكسب كثيرا لاحظوا نسبة الزيادة وبالتالي الآن هي بين نارين إذا رفعت تخسر حصة من السوق وإذا خفض السعر لا تستفيد كثيرا ما يعني الآن يجب عليها أن تختار الحد الأقصى من السعر اللي هو P1 حتى تعظم أرباحها وهنا تكمن يعني السر في الأوليغوبولي أو الاحتكار القليل بأن المنشآت تتعاون بالباطن ليس من مصلحة أي وحدة أن تخفض أو تزيل السعر سيذهب إلى السعر التوازني هذا وهو الإكولابريم برايس في حالة الأوليغوبولي لأنه هو السعر الذي يعظم الأرباح نتابع الآن هذا القطاع الأحمر هنا الجديد فقط تستطيع المشاء أن تتصرف من هنا إلى هنا إذا نزلت تخسر كثير كثير وإذا ارتفعت تخسر كثير كثير وبالتالي من مصلحتها أن تذهب فقط إلى السعر التوازني هذا نوكبل نبس خليني أمحة هذا حتى يتم السعر اللون يعني واضح الآن سنأخذ المثال مثال هناك شركتان شركة الشرق الاتصالات منافسة شركة الغرب الاتصالات لكنهما محتكرة قلة في البيع لاحظوا لي الألقام لأنه هون مهمة جدا على المحور الأفقي الكميات المنتجة والمنوي بيحة وعلى المحور العمودي السعر طبعا مع المرجر الربنيون الآن هذا الطلب الجزء الأول من الطلب المرء النسبيا والجزء الثاني الآن غير المرء النسبيا هذا بلتقوا عند هذه النقطة كما ذكرنا والآن عندما كان السعر على سمثال ستة كانت الكميات المطلوبة لنفترض أنها خمس تلاف وحدة من دقيقة اتصالات أو شريحة أو أي شو ما كان يعني لهون وحدات القياس هنا لا تهمني أو البراع المهم ليكون المفهوم واضع فعندما كان السعر ستة كانت الكميات التي يمكن بيحها عند هذا السعر خمس تلاف وحدة عندما انخضر السعر من ست إلى أربع زارت الكميات المطلوبة إلى أن أصبحت ستة ألاف وبالتالي هنا زيادة ألف فقط لغير وإذا الآن ارتفع السعر من ستة إلى سبعة لزي المثال فالكمية المطلوبة المنتجة بتكون خفضة إلى ألف لاحظوا لي هنا إذا حسبنا ستة ضرب خمس تلاف يساوي ثلاثين ألف هاي ايش توتر ربنيو أما ستة ضرب عفواً أو أربعة ضرب ستة لعندما انخضر السعر إلى أربعة ضرب ستة ألاف تساوي أربعة وعشرين ألف لاحظوا لي أنه صار عندي الخفاض كبير بحصة السوق والأرباح يعني وإذا زارت إلى سبعة يطلع عندي سبعة ضرب ألف ويساوي بسبعة ألاف ما يعني بأن من مصلحة المنشآة أن تحافظ على السعر هذا ومصلحة المنشآة كلها أن تحافظ على هذا السعر حتى أن تحافظ على حصتها بالسوق وأن تعظم إيرادتها هذا هو السعر الذي ذكرته قبل قليل دون هذه الأرقام بس أرجو أن ترجعوا للمقطع مرة ومرتين حتى تستوعدوا هذه الفكرة البسيطة جدا من خلال الأرقام بسيطة فهذا السعر الذي يجب على المنشآة أن تحافظ عليه هو ما يسمى بالسعر التوازني في حالك أو احتكار القلة في البيع الآن هذا المارجن رفينيو لاحظوا لي اللي هو بنكسر هذا هو المارجن رفينيو وبالتالي الآن مارجن كوز لنبترض أنه يعني هو MC1 هنا فالآن لا تستطيع المنشآة أن تتلاعب أو تغير الأسعار إلا فيه خلال منطقة الإنكسار هذه من هنا إلى هنا أرجو متابعتها فلنفترض أنه ارتفع المارجن الكوز إلى MC2 المتقطع هذا لاحظوا ماذا يحدث بتقل بتقل طبعا أرباحها وإذا خفضت خفض المارجن الكوز إلى MC3 تزداد أرباحها وبالتالي من مصلحة المنشآة أن تبقى سقط في هذا القطاع لكن أن تبيع عند أعلى سعر ممكن وهو 6 في هذه الحالة 6 في هذه الحالة أكون بذلك قد انتهيت من هذا المطبع راجعا أن يكون قد قدم الفائد لكم جميعا ولا تنسوا الاشتراك في هذا القناة من أجل تعميم لغة الضار لغة القرآن الجميلة والمجيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله بإذن الله الرحمن والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر